أكملت الإدارات المعنية في وزارة الداخلية استعداداتها لعودة الطلبة للمدارس وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حيث تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة وعقل الدورات التدريبية اللازمة لحراس المدارس بما يضمن بداية عام دراسي ناجح اتخذت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية العديد من الإجراءات التي تضمن عودة أمنة للطلبة إلى مدارسهم في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل عام دراسي جديد وناجح هناك في عدة أفرع لشرطة خدمة المجتمع عن الدوريات الأمنية التي تعمل على تسيير حركة السيارات وانسياب الحركة المرورية وتأمين سلامة الطلبة وكذلك هناك مكتب التوعية أو قسم التوعية والأرشاد وطبعاً هذه مكتب التوعية والأرشاد كان لدور ملحوظ في مسألة الحملة التي قامت بها شرطة خدمة المجتمع في مخاطر نسيان الطلبة في الحافلات وبلا شك المدارس التي تم تغطيتها حوالي تقريباً 41 مدرسة وعدد السواق التي شملهم هذه البرنامج حوالي 177 سائق إضافة إلى 16 روضة والروضات تقريباً حوالي تم إرشاد ونص حوالي 1650 طفل لقد أنجزت مدرية شرطة محافظة المحرق بعون الله وتوفيقه أعدادها لخطط تنظيم السير في محيط المدارس لهذا العام إن شاء الله وهذه الخطط عادة تعاد وفقاً لأهداف محددة والتي هي تأمين سلامة الطلاب وتنظيم حركة السير وضمان انسياب الحركة المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام الذاتي بقواعد المرور وضمن هذه الجهود تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية لإعداد أفراد الشرطة القائمين على تأمين عودة طلبة المدرس ومن ضمن هذه الإجراءات التنسيق مع وزارة تبيل التعليم وكذلك در عمل المرور مثلثاً في لجنة السلام المرورية لعمل مسح ميداني شامل لعادة 66 مرسة حكومية و20 مرسة خاصة وعمل أيضاً معاينة أمنية لمحيط هذه المدارس للتأكد من عدم وجود أي عائق يمنع وصول الطلبة والأمور إلى المقاعد الدراسية تم وعد خطة أمنية محكمة لنشر عدد من الدوريات الراكبة والراجلة من قبل شرطة خدمة المجتمع لمنطقة تعليمية لسنة 2018-2019 لتأمين حركة السير وأبناءنا الطلبة وتم تدريبهم في الإدارة العامة المرور والأكاديمي الملكية للشرطة وتم أخطاعهم لعدد من ورشات العمل كما عملت الإدارة العامة للمرور على تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والإرشادية لحراس المدارس تهيئتهم لأداء مهامهم على أكمل وجه الحقيقة من خلال هذه الخطة طبعاً إحنا نسقنا اجتماعات كثيرة مع الجهات المتعاونة من وزارة التربية لتدريب الحراس المدارس والتنسيق مع المديريات الأمنية باجتماعات مكثفة عن شرطة خدمة المجتمع لتنظيم الحركة المرورية أمام المدارس فيما قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني محاضرات بهدف الارتقاء بأداء حراس المدارس في مجال توفير البيئة الأمنة طبعاً حراس المدارس تم دعوتهم إلى حضور ورش عمل ودورات عقدت في مدرسة التدريب الدفاع المدني وذلك لضمان جهازيتهم لهذا الموسم طبعاً الدورة تخللت عدة عناصر مهمة على وهي التصرف السليم في إدارة الحوادث عنوع مطفئات الحريق على سبيل المثال شروط السلام المفروض المفترض تتواجد في المدرسة كما يجب الإشارة إلى أن تأمين سلامة الطلبة بالمدارس مسؤولية مشتركة تتحقق من خلال تعاون كافة الأطراف المانية كمركز تنمية العمل للتطوع إن شاء الله سنشارك في توفير المتطوعين لتنظيم حركة السير في محيط ست مجارس بمحافظة المحرق وهذا يأتي من باب الشراكة المجتمعية والتعاون بين كافة الأجهزة الحكومية والمراكز الحكومية وتمضي هذه الخطط من أجل تأمين بداية العام الدراسي الجليد ضمن منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية أساسها حفظ أمن الوطن وتعزيز سلامة كافة المواطنين والمقيمين